على المهم الانتخابات هتفتح باب التراشح ليه يوم عشرة نوفمبر عشرة حداشر ولكن هنا السؤال برضو أستاذ عبد حميد النهاردة بيقولوا هانيا بوريدا جاي خلاص؟ تمام والمفروض ان في انتخابات للاتحاد الافريقي في شهر خمسة صح ولا متى ليه؟ هو في السنة الجديدة في الفين خمسة وعشرين يعني ممكن تكون في شهر خمسة ده معناه ان احنا عايزين نجيب المهانس هانيا بوريدا عشان يخش عشان يقعد اربع شهور ويقدم استقالته ويبقى رئيس الكاف من اتحاد الكرة المصري ويروح لرئاسة الكاف لانه ما يفعش يبقى رئيس الكاف ورئيس اتحاد محلي صح كده؟ تمام يعني هانيا بوريدا جاي عشان تكون خطوة لرئاسة الاتحاد الافريقي صح الكلام؟ بس الشرط ان هو يكون رئيس الكاف ان هو يكون رئيس الاتحاد في بلده اه انا عارف بس هو بتقويه 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 وبترفع اسهمه خصوصا ان فيه اجماع من دول شمال افريقيا ان يكون الرئيس اللي جاي من دول شمال افريقيا خصوصا ان هما شايفين انه متسبي ما اضافش اي حاجة للكاف اه موضوع الدور الافريقي اثبت فشل وتجربة اثباتت فشلها مش عارف فيه نظم طول الدور المشاكل اللي عاشتها البطولات الافريقية خلال الفترة الاخيرة كل ده بترفع اسهم ان يكون ممثل فانتونو نفسه مش عايزه اه ما هو هو مدعم لهانا بوريدا كالكلام حضراك صح على كابتن الخالد انفانتونو اكبر مدعم لهانا بوريدا ان هو مدعم ان يكون فيه تغييرات في الكاف خلال الفترة الجاية وانت عارف ان الفيفا مسيطر بشكل كبير على الاجواء في الكاف هو كان صاحب فكرة الدور الافريقي هو اللي تمسك باقامتها وكانت التجربة تحت اشراف الفيفا وشوفنا فشل التجربة وما قدرس يتعمل النجاح المنتظر زي ما كانوا تماما